ايقاف مؤقت لعمل رئاسة البرلمان لحين النظر بالطعن المقدم على الجرسة التي اقيمت بعد خروج رئيس السن قانونيا وبحسب خبراء ان المسألة لا تحتاج حتى للتفكير فللمشهدان بدلاء ينوبون عنه تحت اي ظرف يمنعه من مزوالة عمله في يوم الجرسة وهو ايضا لم يمارس مهامه على اساس ترشيح او انتخاب الرئيس الاكبر السن ما ايجى بحكم الانتخاب يعني تقول عنده قاعدة شعبية وانتخابه ايجى بحكم ايش بحكم العمر وحتى قانونيا يجب ان لا تناقش لان الاجهة هم بحكم العمر ما غيرنا بعمر شيء ما جبنا واحد ما عنده عمر واسمه مدروج من قبل هيئة مجلس النواب الجهة البرلمانية اللي قالت هذا العمار ثلاثة محمود المشهداني عامر الفايس قالت الدراجي فأين منهم ممكن يقوم ايقاف الدور الرقابي والتشريعي له تبعاته واضراره على المواطن بالدرجة الاساس وعلى عمل البرلمان بشكل خاص فالعراقيون يترقبون اتمام المرحلة المهمة المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم التوجه لتسمية الحكومة وتكليفها هنا فقط التأثير على عامل الزمن والتأثير على المواطن العراقي لماذا للعراقي بحاجة الآن الى تشكيل حكومة ولا خدمات امنية صحية تعليمية فبالتالي من يتحمل هذه المشكلة هو المواطن العراقي هنا على المحكمة الاتحادية يجب عليها ان تكون اكثر دقة احنا متزمون بتوقيتات دستورية توقيتات دستورية مهمة جدا لي احد ركاز الديمقراطية هي توقيتات دستورية اذا لم يكن هناك توقيتات دستورية يعني اصبحنا فوضاء ولذلك المحكمة الاتحادية اليوم دورها كبير في هذه المرحلة الطانو ضمن التحركات الديمقراطية في حال كان هناك خرق قانوني وبحسب خبراء ان من ينوب عن رئيس السن في اول جلسة برلمانية يكون بديلا قانونيا لا اشكال فيه من بغداد محمد فراس قناة تغيير